سلام عليكم زيوب فيه ناس كتير بتحلل حرب روسيا أوكرانيا بس خليني اقول لحضرتك ان التحليل اللي معان النهاردة مختلف تماما انا حدي يا حضرتك مثل صريف جدا وبسيط جدا البلوجرز الروس هما اللي بيقولوه بيقولك ببص على زيلنسكي عشان تعرف اللي بيحصل في حرب أوكرانيا دلوقتي بص على زيلنسكي زيلنسكي في بداية الحرب حتى والروس كانوا بياخذوا وداخلين كييف نفسها كان بيطلع في كل اللقاءات المصورة وهو عنده ثقة كبيرة اوي في النفس وهو بيدحك وبيبتسم والراجل كان ابرز انتصاراته انسحاب الجيش الروسي من خرسون طلع في الاعلام وقال لك دي بداية النهاية خلاص مش بس كده طلع القادة الاوكرانيين نفسهم كانوا بيصرحهم ان هما حيطردوا الجيش الروسي من شبه جزيرة الكارن مش من الاراضي الاوكرانية شبه جزيرة الكارن اللي روسيا سيطرت عليها في 2014 قادة الاوكرانيين العسكرين صرحوا بكده طيب لو جيت بص على منظر زيلنسكي دلوقتي هتلاقي الدحكة مش موجودة اصلا هتلاقي الراجل دلوقتي في اخر خطاب مصور لي فيه نوع من انواع الخوف عدم الاطمئنان المثل ده اللي بيقول بلوغرز الروس عن اختفاء دحكة زيلنسكي وعن خوف زيلنسكي بيشير ليك لامر خطير بيحصل وح يحصل في اوكرانيا الفترة الجاية دي حضراتك لازم تعرفه ايه اللي بيحصل في اوكرانيا دلوقتي هل فقط زيلنسكي خايف من تقدمه انت كيش الروسي ابدا انا جاي اقول له حضرتك خبر ممكن هتسمعه في وسائل اعلام بعد فترة وده اللي حيحصل بحض روسيا اوكرانيا عاستعرفي هو هقول له عشان اقول لك لازم احكي لك القصة بالاول قبل اكش في موضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا رحية انا مش معايا راعي ومش معايا حد عادي ابدا انا معاي خدمة خدمة كبيرة واسمعها مني دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها دي انت لو جبت حاجة من بره هتدفع ثمن كبير اوي نتيجة بقى للجمارك المرتفعة نتيجة لسعر الدولر اصلا اللي انت مش سهل ان انت تلاقيه دلوقتي او تحصل عليه بسهولة خالص فلو في حاجة عكباك في اي ويوب سايت بره في شركة اسمها bring from USA bring from USA خش على اي موقع امريكي وشوف اي منتج انت عاوش الناس دي عجبولك لحد البيت وعلى فكرة هيحزبه معاك الدولر بسعره في البنج مش هيحزبك بسعر السودة زي ما معظم التجار او معظم الشركات حريم بتشتغل ابدا وعاوز اقولك ان هما بيجيبوا لك الحاجات الاصلية من USA او من امريكا بسعرها يعني كلي بقى لك بحاجة دي هو مش هيفرض عليك الاسعار اللي انت بتشوفها هنا ابدا كأنك بالزبط اشترتها من امريكا وجاتلك لحد البيت يا جماعة الشركة دي bring from USA ده اختراع هتيجي تقول لي على فكرة الكلام ده بيبقى اغلبه دعاية ومش هتلاقي المنتجات دي فعلا تيجي زي ما انت عاوز او هتلاقي الجودة بتاعتها هقل شوية او كم نكون تماما بس حالي بيالك نقطة مهمة جدا انها النهاردة جايب لك منتجاتهم اللي انا تقريبا بيلبسها في معظم الفيديوهات دي ساعة انا جيب تعمل عندهم وعاوز اقول لك ان السعر هناك غير طبيعي يعني انا بجد انا كنت مصدوم وانا بشوف المنتجات دي بالاسعار بتاعتها كما عاوز جهر طبيعي الاسعار هناك جهر طبيعية واحنا عندنا تضخم وفيه ازمات اقتصادية في العالم كله الناس دي بيبيع منتجات في امريكا اصلية بسعر غير طبيعي تابع حسيب الحلاك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو له حابب تتواصل معيه نخص في الموضوع على طول نخص في الموضوع على طول ايه اللي بيحصل بالزبط في حرب روسيا اوكرانيا وايه اللي بيجرى هناك في حقيقة اللي بيجرى في حرب روسيا اوكرانيا غريب جدا وغامض شوية اولا هنبتدي من حاجة غريبة حصلت الساعات الماضية ومحا تشوف عندها زي ايه مثلا زي مثلا ان الغرب بعد تقدمات الجيش الروسي في اوكرانيا ابتدى يطلع بصرحات غريبة جدا وهي قصر القطوط الحمراء او لو مشينا على حسب عنوان مقالة نيويورك تايمز انه بيقصر المحرمات تابوه تابوه ده يعني محرمات الغرب بيقصر المحرمات ايه المحرمات دي في بداية الحرب حد النهاردة في خطوط حمراء كده ابتدت تفاهم عليها بين روسيا والغرب وهي اول حاجة عدم ارسال اسلحة حديثة جدا للجانب الاوكرانيا ده كان واضح جدا ان لو تم ارسال اسلحة حديثة ممكن الحرب تقرب معجهة مباشرة اكتر ممكن روسيا تضطر الاستهدام سلاحناوي حقيقة الغرب من بداية حرب روسيا اوكرانيا لحد ما انا بكلم حضراتك دلوقتي قصروا عدة خدوط حمراء بس ابتل خط احمر الجارب ما كانش عاوز يكسروا حتى الامريكان ما كانوش عاوزين يكسروا هو ارسال دبابات للجانب الاوكراني يجريب في المخضوع ان اللي قصر الخط الاحمر ده واعلن عن ارسال دبابات للجانب الاوكراني هو رئيس وزراء بريطانيا الحالي ريشي سوناك اللي انا كنت بتساءل ليه الراجل ده تلاق اعلن ان هو حيرسل سرب دبابات او 14 دبابة من تراز تشالينجر 2 اللي هي العاملة داخل الجيش البريطاني حاليا وهي لن هو حيبعتها لأوكرانيا الراجل ده ريشي سوناك المفروض يهتم باموره الاقتصادية لان الراجل ده المفروض جاي يطبق خط التقشف اتصادي داخل بريطاني منين هو الراجل جاي يشرف على خط التقشف وهو اللي بيعلن عن كسر الخطوط الحمرة مع روسيا وارسل دبابات عاملة في الجيش البريطاني ومن احدث دبابات اللي بيحصل بالضبط في البريطانيا موضوع جريب لأكتر من كده ان طلعت بولندا وقالت احنا كمان هنبعت دبابات ليوبارد اتنين اللي هي دبابات جاية من المانيا او اشتريتها بولندا من المانيا بولندا قالت انها هتبعتها لأوكرانيا وقالوا انهم عيبعتوا من 10 ال 12 دبابة فنلندا قالت نفس تصريح بولندا وارد على فكرة احنا كمان هنبعت دبابات اللافت في الموضوع مش كل ده خالص اللافت في الموضوع حاجة تانية خالص هراك بشو اخد بالك منها امريكا فيه امريكا ليه مش هي اللي قصرت الخط الاحمر ده لان امريكا من بداية الحرب وهي واخده مركز القيادة هي اللي على طول بتكسر خطوط الحمرة وبتعلن عن ارسال اسلحة اكتر تقدما عن الاسلحة اللي ارسلتها امريكا فن امريكا من قصر خطوط الحمرة بلاش ليه لما بريطانيا قالت انها هتبعت دبابات امريكا هي كمان ما قالتش انها هتبعت دبابات شايف الموضوع ده جريب الاكتر من كده والحاجة اللي لازم توقف عندها دلوقتي الامريكان في تصعيدهم ما بيتكلموش على ارسال اسلحة بيصعدوا ازاي بيصعدوا من خلال اخر مقالك اتنزلت مبارح وانا عرضتها لحضرتك ان هم هيمرانوا الجيش الاوكراني على تدريبات اكثر تعقيدا واكثر حرافية وان هم هيخلوا الكوات الاوكرانية تعرف تتغلب على الديكتيك الروسي الحديث وحيطلعوا كتيبة كل شهر كتيبة ايه كل شهر تطلع من قعدة المانية اللي امريكان بيشرفوا على تدريب الكوات الاوكرانية فيها كل شهر هيطلعوا كتيبة طب هل الكتيبة قادرة على قلب موازين حرب روسيا واوكرانيا وفين الاسلحة فين الاسلحة في المطار هي زعل زيلنسكي مش من تقدم الروس زعل زيلنسكي من السيناريو الكارفي اللي ابتدى يتطبق وهو ان انت عندك الغرب ابتدى يحصل فيه تحول في الكواتبتاع وان امريكا مش هي اللي بترسل المعدات الحديثة بريطانيا ننتظر من اجتماع رامشتاين الذي سيعقد نهاية الاسبوع قرارات مهمة من قبل التحالف شركائنا ان ما حدث في دينيبرو واستعداد روسيا لمحاولة جديدة لاخذ زمام المبادرة في الحرب وحقيقة ان طبيعة الاعمال العدائية في الجبهة تتطلب قرارات جديدة بشأن الامداد الدفاعي ليه؟ لان امريكا فيها تخوف انها مش هتقدر تبعت مساعدات بعد كده الاوكرانيا الاكتر من سبب اول سبب ان انت عندك ان الحزب الجمهوري دخل مجلس النواب وعلى رأس الاجندة بتاعته واقف المساعدات للجانب الاوكراني ده اولا الحاجة التانية اللي كان معتمد عنها زيلنسكي ان لما ظهر واشنطن الرئيس الامريكي نفسه تعهد لي ان هو حيفضل يبعت له اسلحة ومش هيتوقع لحد ما الحرب دي تندهي هي تعهد الرئيس الامريكي نفسه كوبل بفضيحة وجهها الرئيس الامريكي وهي تسريب مستندات استخباراتية كانوا لقوها في مكتبه في او مركز الدراسات اللي كان عاملو في جامعة بنسلفينيا ولقوا برضو وفائق تانية موجودة عنده في الجراش بتاعبته فموقف الرئيس الامريكي في مواجهة نفوز الحزب الجمهوري ابتدى يتراجع وابتدى يبقى اضعف مش بس كده الرئيس الامريكي نفسه عنده مشكلة ضخمة جدا وهي الحفاظ على سمعيته هو وهي ان الموضوع ده ما يتقلبش لتحقيق جنائي وتبقى فضيح او سكاندنا ناصر ساعتها هيتطر الاستقار هتيجي تقول لي والله لا الرئيس الامريكي ممكن يواجه الموضوع ده ممكن يقفق قصاد الكونغرس فزيلنسكي نفسه راح قضب في الكونغرس واكيد الخطبة دي لها اثر كبير جدا على النواب الامريكي هقول لك لو حتى افترضنا حسن النية بتاعت الرئيس الجمهوري ان هو عاوز يكمل في حرب اوكرانيا وحسن النية او قدرة الرئيس الامريكي على تطبيق كلامه ان هو يفضل ليبعت اسلحة الاوكرانيا هتواجه بمساعدات المفروض الحكومة الامريكية تبعتها لكاليفورنيا كاليفورنيا عندها كارثة والكارثة دي تستدعي مساعدات حكومية ضخمة جدا ما ينفعش امريكا تدعم اوكرانيا وكاليفورنيا في نفس الوقت مش هيعرف يعمل كده خاصة ان فطورة اوكرانيا عادت 100 مليار دولار عاصفة كاليفورنيا الثامنة لا يبدو انها اشتدت لتفرج بل تحمل خلفها عاصفة تاسعة مع بدايات الاسبوع المقبل لتدخل بذلك الولاية الاكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة جولة كارثية جديدة يعني حتيجي تقولي قبل كده ما هم دعموا فلوريدا وقت فلوريدا كانت بتحصل حرب اوكرانيا مش بس كاليفورنيا جاية بعد ما فطورة دعم امريكا الاوكرانيا تخطط 100 مليار دولار مساعدات في امريكا دلوقتي اللي عرفت تبعاته قبل كده خلاصش تعرف تبعاته تاني وعشان كده لازم تعرف ان امريكا ما بعتتش دبابات لحد دلوقتي يصاب بسيط ان الدبابات دي بتزيد فطورة الحرب على الامريكان لو هم بعتوا الدبابات محتاجة صيانة محتاجة تدريب وكلام ده كله عاوز اموال كبيرة جدا جدا زائد ان هو بيكشف التكنولوجيا الامريكية للروس الدبابات دي لو وقعت في يد الروس شكرا زي ما صواريخ هاي مارس وقعت في يد الروس شكرا فالامريكان دلوقتي ما بقوش هم القادة بتاع الدول الغربية في ارسال المساعدات لأوكرانيا لا اللي بياخدوا مقعد ده حاليا بريطانيا والخرب المتخوف ان الامريكان يبتدوا ينسحبوا واحدة واحدة من حرب اوكرانيا وده اللي انت شايف دلوقتي وهم اللي ياخدوا مقعد القادة اللي هم مش هيعرفوا يسدوا فيها لان حضرتك شفت استقالة وزارة الدفاع الالمانية مبارح نتيجة لمشكلة في مخزونات الزخيرة لدى الجيش الالماني بعد ما دعم اوكرانيا وجيش الالماني ايه ما كانش يبيدعم اوكرانيا بآلاف الزخائر ما حصلش برغم كده تضح ان عنده مشكلة فالحرب دي امريكاني بتادوا ينسحبوا او ما بقوش في القيادة اللي بياخد مقعد القيادة دلوقتي بريطانيا وخلي بالك اللي بعد بريطانيا فرنسا هي اللي هتاخد وحتحب انها تطلع لدول الناتو انها هي القائدة بتاع ارسال المساعدات العسكرية اللي كان بجمرة هتقوللي على فكرة التحليل ده غالط جدا ما فيش الكلام امريكا دلوقتي لو ما اعلنوش عن مساعدات عسكرية هيعلنوا في الايام القادمة عن مساعدات عسكرية ضخمة واقع تنسى ان قبل ما الحزب الديموقراطي يمشي من اغلبية مجلس النواب عدى مساعدات عسكرية للجانب الاوكراني الكبيرة جدا صحيح الديموقراطيين بالفعل عدوا مساعدات عسكرية تقدر ب46 مليار دولار دي اخر حزمة وافق عليها لحزب الديموقراطي قبل ما يمشي بس حزب الديموقراطي كان واضح جدا وقالك الحزمة دي حتكفي الجيش الاوكراني لمدة سنة وما كانش الامريكان عارفين ان الروس حيقوموا بهجوم كاسح وهجوم كبير جدا دلوقتي بيحصل في اوكرانيا يستدعي مساعدات عسكرية مختلفة انت عاوز مساعدات عسكرية اكثر زيلنسكي شايف انه بيحصل وشايف انه هو ما نجحش في اقناع مجلس النواب الامريكي زي ما هو كان فاق هم الرئيس ونقيبة الرئيس وكديم موقف دفاعي دلوقتي بدفاع عن سمعته بديش فيها مشاك كتيرة جدا وده اللي بقلق زيلنسكي لان الاوروبيين عمرهم ما حيفضلوا يستمروا والدليل على الكلام ده عشان بس تعرف ان في تغير في قيادة الدول الغربية في دعم اوكرانيا بص على اخر اجتماع حصل هتلاقي ان الامريكان بطلوا هم يصرحوا وهتلاقي ان الناتو عن طريق الامين العام هو اللي بيصرح مش بس كده الناتو او الامين العام لسه موقع اتفاقية تفاهم كبرى مع الاتحاد الوروبي معنى كده الاتحاد الوروبي هو اللي بقلق زيلنسكي وضف سلتم بيرجان المرحلة الحالية من الحرب حاسمة ويجب يرسال الاسلحة التي تحقق لاوكرانيا النصر واعتبر ان الدعم العسكرية لاوكرانيا اسرع طريق الى السلام داعي للاستعداد لصراع طويل يتواصل خلاله دعم اوكرانيا اضاف ان الحلفاء سيعلنون عن مساعدات جديدة لاوكرانيا في اجتماع رامشتاين المقبل والحرب دي لو مشيت بالسيناريو ده مش هتكمل شهرين ثلاثة مش هتكمل شهرين ثلاثة ليه؟ لان النهاردة طالع اخبار من روسيا بيقولك ان بوتين امر فيلاري اللي هو قائد العمليات في اوكرانيا حاليا اللي هو جه بدل سورجي سروفوكين قال له تخلصلي اكليم دونباس في شهر مارس القادم ده الاخبار اللي طالع من روسيا مش بس كده انت بتتكلم على ان الروس ابتدوا يتقدموا النهاردة وسيطروا على بلدة اسمها سول بلدة سول لو انت شفت هي مش مدينة كبيرة ولا حاجة بس البلدة دي جواها محطة قطرات قوية جدا 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 ومحطة القطرات دي كانت بتساهم في نقل الاسلحة والمعدات لمدينة بخمت وكذا قرية على حدود مدينة بخمت فدلوقت الروس كانهم قطعوا الخطوط اللوجستية لمدينة بخمت او جزء منها وحيقدروا ان هم يتقدموا اكتر اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها طورت هجومها على محور دونيتك باتجاه بلدة سول وذلك بعد اتمام السيطرة على مدينة سوليدار المجاورة وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي ان مجموعات اقتحام بالتعاون مع وحدات من القوات المحمولة جوا ومدعوما من طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية قامت بتطوير عملياتها الهجومية واشارت الوزارة الى ان القوات الاوكرانية خسرت اكثر من سبعين جنديا وعددا من الدبابات والمصفحات في هذا المحور خلال يوم واحد فقط ليه؟ خلي بالك من بداية حرب روسيا اوكرانيا والروس ما بيستهدفوش محطات القطار ولا خطوط السرق الحديدية خالص والدليل على كده بص مقالة نازلة الولد سريت جونل بتقولك الجيش التاني لاوكرانيا مش الجنود اللي عجبها الجيش التاني هم عمال السرق الحديدية الناس اللي بتسوه القطر فاعز الحرب فالروس لما تسأل نفسك مش عاوزين يضربوا ليه محطات السرق الحديدية او خطوط القطار لصاب بسيط ان هم عاوزين يستخدموهم هم عاوزين يغزوا اللي جغزوا ده هو عاوز يسيطر على خطوط القطار ده عشان يستخدمها لصالحه ويدقل هو المعدات بتاعته فالنهاردة بيسيطروا على محطة قطارات في بلدة او مدينة صغيرة اسمها سول معنى كده ان بداية التقدم وبداية استخدام استراتيجية جديدة لروسيا حاجتين لازم تعرفها تلع الجانرال امريكي يحلل على قناة سيانان الجانرال الامريكي ده مسك في مساعة سيانان وكان عاستخدم معاها تقريبا او كلامه كان نطف جدا معاها ليه؟ الموزيعة بتقوله هل يبقى لحضرتك اوكرانيا بتواجه روسيا بنفس الكفاءة وواضح جدا ان اوكرانيا قادرة على ايقاف تقدم الروس قالها مين قالك الكلام ده؟ قالت له الجانرالات اللي احنا سطلطناهم قبليك قالوا لنا الكلام قالوا لها الكلام ده خاطئ لازم تعرفي ان في مشكلة في الحرب بتاعت اوكرانيا وهي ان اوكرانيا بتحارب روسيا او الجيش الروسي فقط ما بتحاربش روسيا كلها انما روسيا بتحارب الجيش الاوكراني بتحارب الشعب الاوكراني بتحارب الناتو على الاراضي الاوكرانية يبقى ازاي في توازن في المعركة دي او في الحرب دي سلماذ Jessye how does Ukraine break out of this stalemate moment in what 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 can be done what needs to be done yeah well I don't agree with Secretary Esper on that I don't think we're in a stalemate there are certainly uh massive struggles going on in Kherson in the Donbass and it's a difference in approach like I just said in strategy between Russia trying to affect the the Ukrainian people while Ukraine's army is trying to affect الشعب الاوكراني دخل في الحزبة والشعب ممكن ما يقدرش يستحمل الحرب دي ممكن يبقى عنصر منها مصر الاستسلام بلاش الناتو بقى عنده مشكلة في دعم اوكرانيا وده اللي كان بيراهن عليه الروس اوكرانيا نفسها فقطت الجزء الاغلب او الكوات الاكتر كفاءة من بداية الحرب لحد دلوقتي وابتدى يبان عليها الانهاج الحاجة الوحيدة اللي نيتو يقدر يراهن عليها هي نفاز الزخيرة الروسية وده مش هيحصل قريبا لان انت لو خدت مسال بسيط جدا بصي على ان الكوات الروسية حرقت قطع بحرية في البحر السود والقطع البحرية دي قادرة على اطلاق خمسين سلوخ ما مجموعه يعني خمسين سلوخ اللي قصفوه لحد دلوقتي من القطع البحرية دي اربعتاشر سلوخ معنى كده ان الروس لما يودوا سواريخ للقطع البحرية بتاعتهم ان هم عندهم مخزونات كبيرة من السواريخ دي وقادرين على انتاج سواريخ تاني فالرهان بتاع الناتو او الغرب على نفاز زخيرة الروس غير عقلية الاكتر من كده ان الروس بيتقدموا معنى كده ان هم استفادوا من اخطاقهم الماضية وقدروا يصلحوا خطوطهم اللوجستية والترتيبات بتاعت الحروب بتاعتهم وتنظيم الكوات والقوات المنهكة عند الروس قدروا يجددوها بقوات جديدة وده الاوكراني مش عارفة تعمله لانه واضح جدا ان الجيش الاوكراني ابتدى ينهج 11 شهر بيحارب مفيش جيش في العالم بيقدر يعمل كده مش بس كده جيش الاوكراني قام بتلت فهجمات مضادة كانت ناجحة جدا ده عنصر من عناصر الاستلزاء نقطة مهمة ان افرج عنها معهد واشنطن انستيوت معهد واشنطن انستيوت بيقولك نقطة خطيرة جدا بيقولك الدبابات اللي حيرسلها الغرب والتدريبات اللي بتعملها القوات الامريكية لقوات الاوكرانية والكتيبة والكلام دي كله حلم ده بيدل على هجوم مضاد بيتم الاعداد فيه في اوكرانيا طيب الهجوم مضاد ده كارثة ده مين اللي بيقول واشنطن انستيتيوت ليه بيقول لك الروس لحد دلوقتي على حسب كلام الاوكرانيين عندهم جيش تاني بيتم اعداد وجيش كبير جدا استعدادا لهجوم صاحب او هجوم كبير جدا على اوكرانيا الجيش ده لحد دلوقتي ما دخلش الحرب ليه حاجة ايه يا اما مستني الهجوم مضاد اللي حتقوم به الكوات الاوكرانية وهو مستني موضاده وبيعد ليه بشكل كويس جدا ليه ليه الجيش الروسي مستني هجوم مضاد من الكوات الاوكرانية قالك لان اي هجوم مضاد الكوات الاوكرانية بتستخدم فيه افضل اسلاح اللي عندها وافضل الدبابات وافضل الجنوب وده بز الضبط الفرصة اللي مستنيها الجيش الروسي لان انت متعرفيش الجيش الروسي فين اصلا او الجيش اللي بيتم اعداده ده فين وهيتحرك ازاي وهل ممكن يطوق الكوات اللي هتقوم بهجوم مضاد في اي حتة على طول الكطوط المواجهة مع الروس ولو طوقوا الكوات المهاجمة دي هيبقوا ضمروا جزء كبير جدا من قدرة الجيش الاوكراني فاي هجوم مضاد بيعدي لي الغرب او الكوات الاوكرانية حيمثل عملية انتحارية لان الروس عندهم كوة بشرية بيتم اعدادها حالية واحنا مش عارفين نرشطها ولا عارفين نعرف هي فين عشان تقوم بالهجمات دي على فكرة تاني ده مش تكملت كلام الكوات الامريكي الكوات الامريكي وقف كلامه عن تحرق الاسطول الروسي وعدم استنزاف قدرات الجيش الروسي وده كلام واشنطن الانستيتيوت ان لو تم اي هجوم مضاد حيبقى عملية انتحارية هتفقد فيها كوات الروسية افضل جنودها وافضل معداتها نتيجة لاستعداد الجيش الروسي دي امور خطيرة جدا لازم تعرفها دلوقتي روسيا لها اليد العليا حاليا وروسيا في تصريحاتها لو خدت بالك الموضوع ان روسيا الاول مرة تقولك لو الدبابات وصلت اوكرانيا حنحرقها ليه هم عارفين ان هم اصبحوا بيكلموا اوروبا مش بيكلموا امريكا زي الاول فعاوزين يبث الرعب في الاوروبيين على اثر هذا الدعب يهدد الكريملين كل الدبابات التي سترسلوا الى اوكرانيا ستحرق حتما والدليل على كده ان هم ابتدوا يعترضوا الطائرات الاوروبية زي مثلا اعتراض طائرة المانية زي مثلا قطع بحرية روسية ابتدت تتحرش بالحدود البريطانية هم عارفين دلوقتي ان المواجهة امريكا بتاعت تاخد مقعد الخلفي شوية والاوروبية بتادوا يتصدروا وده ايه اللي الروس كانوا مستنيينه من بداية الحرب والدليل على كلامي مش بس تعرف خطورة الموضوعات دي طلق النهاردة رئيس بولندا يقولك ايه يقولك لو اوكرانيا خسرت حرب العالمية بتالتها هتقوم ما معناه في مشكلة عند الغرب في مشكلة الاوروبيين خايفين بولندا بتاد تشعر بالخور ولا تصريح زي ده ما تكونش يطلع هي بولندا قادرة علشان حرب العالمية ضد روسيا ابدا رايحوز اقولك ان الجيش الالماني هي ذحرك لالدفاء عن بولندا من دلوقتي ا��di امتدو صوريخ باتروت بيقولك اه صوريخ باتروت ممكن طيور اوكرانيا بس الاصل لالدفاء عن بولندا لان في بياه جيش روسي واقف عند بلاروسيا هيستعد القطع على حطوطة dieser отجت الامداد عن الجيش الاوكراني من هو يأخذ مدينة ليفيف وديه كارسا على الجيش الاوكراني نفسه بس القطع حطوط الامداد او الاستلاع على مدينة ليفيف معنى كده تن كواتر وسيحطها على حفوة بولندا عشان كده بولندا مرعوبة ابتدت تشوف فيه انشقاق في الدعم الغربي خليه بس اوضح كلامي بشكل كويس جدا كل دي سيناريوهات ماشي عليها القادر الامريكان والمحلين الغربيين ومعهد واشنطن الانستيون بس حيباني الكلام ده كله فعليا في الاجتماع بتاع يوم 20 يناير 20 يناير فيه اجتماع كبير جدا للدور الغربية والدعم اللي حتقدموا الاوكرانيا ويعقد مؤتمر رامشتاين حول اوكرانيا يوم الجمعة المقبل ومن المقرر ان تعلن الحكومات الغربية عن احدث تعهداتها فيما يتعلق بالدعم العسكري لاوكرانيا بس توقع ده على حسب القواتر الغربيين ان الدور الامريكي مش هيبقى فعال في حرب اوكرانيا زي الاول نتيجة للمشاكل اللي عملت اسمع عنها في امريكا يا رب كنش راح لحضرتك المضاعف شكل مبسط وارب نصر مصر رب نصر العرب تحية مصر سلام تحية مصر 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 لب العالمين